اشتركوا في القناة وصحة صغارها وقروا المتساكنين متاع الحي يشكيوا للبلدية رغم انه علميا ما ثماش رأي واضح في الموضوع الا انه البلدية كانت متفهمة وحفاظا على صحة الناس قررت بيشنحي المحطات من الحي وتحطهم في بلايس اخرى بعيدا الشركة متاع الاتصالات شكيت للمحكمة الادارية وقالت اللي القرار متاع البلدية يمس من حقها في الاستثمار وحرية الاتصال ومن حق في النفاذ الى شبكات الاتصال اللي يضمن الفصلة 32 من الدستور من ناحيتها البلدية قالت انها غلبت الحق في الصحة وتبنات مبدأ الاحتياط قدام الضرر اللي ممكن تتسبب فيها المحطات المحكمة الادارية القاد روحة في وضعية يتصادم فيها بورشة حقوق حق الشركة من جهة وحقوق المتساكنين من جهة اخرى بيش ما تظلم حد طبقت المحكمة اختبار التناسب بين حق الشركة في الاستثمار وحق المتساكنين في الوصول الى المعلومة من ناحية وحق المتساكنين زادة في الصحة وفي بيئة سليمة من ناحية اخرى اول حاجة لاحظت المحكمة اللي قرار البلدية في ابعاد هالمحطات القاعدية ما يمس الجوار حق الشركة في الاستثمار وما يلغيش بما انه ثم بلايس اخرى في المنطقة نجم الشركة تحط في هالمحطات متاحة وشافت من ناحية اخرى انه الاجراء اللي اخذيته البلدية كان ملائم على خاطر يمكن من تحقيق الهدف المطلوب اللي هو حماية صحة المتساكنين من الخطر الممكن للترددات اللاسلكية وقالت زادة اللي الاجراء كان ضروري على خاطر ما فهماش حل اخر بيش نحميه المتساكنين من خطر الترددات اللاسلكية على صحتهم الا انه نبعده هالاعمدة من وسط المناطق السكانية وختمة المحكمة انه الاجراء متناسب زادة بما انه ابعاد الاعمدة من داخل المنطقة السكانية يمكن انه يحفظ صحة المتساكنين وخاصة الفئة الهشة كما الاطفال والمسنين من غير ما يحرمهم الحق في الولوج لشبكة الاتصال من جهة ومن غير ما يحرم الشركة من حقها في الاستثمار ومد شبكة الاتصالات من جهة اخرى